منطقة تشديا عبر المواطنون عن امتعاضهم جراء وعود الجهات المعنية واستحقاقهم لتعبيد الطرق كون منطقتهم تحتوي على اكثر من 1500 بيت وثلاثة مدارس ومستوصف صحي ناهيك عن المحال التجارية والاعمال العامة المعطلة حاليا بسبب موسم الامطار هذا الطريق طريق منطقة مهمشة اصلا وهذا الطريق قدمنا بعدة كتب وطلعت الموافقات عليها بس نطلب من عندنا انه نسوي الطريق 6 مترات احنا سوينا الطريق 8 مترات ومن ذاك اليوم يوميا نراجع ونروح ونطرق باب فلان وفلان 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 وماكو يعني حتى مرة من هنا قالوا اجتكم الاليات واذا بنا نسأل على الاليات طالعة رايحة مسؤول فلاني بالمكان الفلاني رايحت له الاليات رايحة تسوي شارع مالته اللي هو باسم شارعنا تبلط وشارعنا لحد هسا ما تبلط يعني فلذلك احنا يعني نقللكم انه بالنسبة انه ترى ملينا يعني من هاي القضية وما نتحمل بعد وهاي مادتكم هنا انتو بالنسبة لكم يا برلمانيين يا من تعتبرون انتو قاعدين على سدة الحكوم مادتكم هنا هاي المجتمع كله اللي غط صابعة من اجل تقعدكم على او قاعدكم على الكراسي ترى هو اللي قاعدكم يعني بعد كشوفات قديمة من قبل مديرية الطرق والجسور التي اوضحت ان الشارع يقل عن ستة امتار لم يكن هناك كشف جديد لاستحداث المعلومات لديهم بعد ان اصبح ثمانية امتار مشددين على ضرورة الاسراع بتوفير الخدمات لهذه الناحية المهملة حقيقة احنا يعني صار كشف موقعي للمنطقة عرض الطريق السابق الموجود ما يغطي المتطلبات انشاء الطرق معروف ان نشتغل من قانون الطرق ضمن معصفات الطرق معصفات الطرق تطلب اعداد ممرات كاملة لانشاء الطريق بما يضمن مرور المركبات باتجاهين متعاكسين الطريق الموجود سابقا ما يغطي المتطلبات عرضه كان اقل من ستة متر صار تنسيق وياه الاهالي وتم اجراء كشف موقع على الطريق تم رفع التعارضات والتجاوزات على الطريق والحاليا العرض الطريق بالمكان تنفيذ الطريق بالمتطلبات الطرق والجسور بالعرض الكافي ترد الخدمات بصورة عامة يؤثر بصورة فعلية على سير الحياة اليومية للمواطنين في ظل انهيار القطاعات الصحية والاقتصادية من كربلا جاسم الهميمة التغيير ما يجزل كلا استعاراق كلا استطيعаний أما الانسان يجيز